افادت مصادر عراقية بمقتل خمسة متظاهرين على الاقل واصابة نحو ثلاثين اخرين اثر اطلاق قوات الامن العراقية النارة وقنابل الغاز المسيل للدموع على حشود المحتجين وسط العاصمة بغداد يأتي هذا التصعيد بعد يوم من بيان لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي دعا فيه الى انهاء الاحتجاجات واعادة الحياة الى طبيعتها معنا الان من عمان مستشار المركز العراقي لدراسات الدكتور يحيى الكوبيسي مساء الخير دكتور الكوبيسي مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الاخبار مستوى عنف غير مسبوك نحن نتحدث تقريبا عن سقوط ما معدله ثلاثة الى خمسة قتلى يوميا منذ بداية شهر اكتوبر برأيك لماذا هذا المستوى من العنف لا يزال يستخدم في وجه هؤلاء المتظاهرين يعني بداية مساء الخير اليك ولمشاهدي قناة سكاي نيوز لا انا اعتقد النسبة ليست كذلك لانه عدد ايام التظاهرات هي اقل من ذلك بكثير يعني نحن نتحدث عن تظاهرات بدأت يوم واحد اكتوبر وانتهت يوم سبعة اكتوبر عمليا ثم تجددت يوم خمسة وعشرين ونحن اليوم في يوم اربعة نوفمبر يعني وبالتالي نحن نتحدث عن معدل اعلى من الضحايا يعني اخذتنا المعدل على اساس 30 يوم في الشهر عندك حوالي 300 شخص بضبط 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 لكن لكن معدل الجرحة هو الذي يعطيك صورة حقيقية عن طبيعة العنف المفرط المستخدم ضد المتظاهرين يعني عندما تتحدث عن ما يقرب من 12 الف جريح سواء بالغازات السامة او يعني بغازات مسيلة للدموع التي تحولت الى غازات سامة من دون ان نعرف كيف ولماذا وعدد الجرحة بالاطلاقات النارية او بقلاب الغاز نحن نتحدث عن رقم مهول عندما نتحدث عن 12 الف جريح وبالتالي نحن امام عنف غير مسبوق لا يمكن لي شخصيا ان اقتنع انه من دون اوامر رسمية واوامر صادرة من اعلى مستويات السلطة في العراق اليوم نحن كنا امام تطور مختلف يعني كان واضح من خطاب السيد عادل عبد المهدي يوم امس ان السلطة اعتقدت ان الامور حسمت واننا تحولنا الى هايت بارك يعني في ساحة التحرير وفي ساحات اخرى مثل ساحة ثورة العشرين في النجف على سبيل المثال وساحات اخرى ولكن يعني الجمهور استجاب بشكل سريع الى خطاب السيد رئيس مجلس الوزراء الذي دعاهم للعودة الى بيوتهم وعودة الحياة الطبيعية من دون اي استجابة لمطالبهم فطوروا خلال اليومين الاخيرين مستوى احتجاجهم يعني شاهدنا هذا في البصرة شاهدنا هذا في كربلة وشاهدناها اليوم من خلال عملية الالتفاف التي قام بها المحتجون يعني من يعرف بغداد جيدا يعرف انه جسري الجمهورية والسنك يعني القريبين من ساحة التحرير اغلقت منذ الايام الاولى لمنع الجمهور من العبور الى جانب الكرخ ليكونوا قريبين من اهداف اساسية مثل المنطقة الخضراء مجلس الوزراء السفارة الايرانية فضلا عن اهداف اخرى اليوم استجاب هذا الجمهور وطور من اساليبه بالذهاب الى جسري الاحرار والشهداء والقيام بعملية الالتفاف مكلتهم من الوصول الى وسط بغداد وبالتالي يعني افقدت فكرة غلق جسر الجمهورية وجسر السنك معناهما وهذا يعني اننا نحن امام تطوير في اساليب الاحتجاج يعني اسرع من قدرة القوات الامنية على التعامل معها طيب السؤال الان يعني الى متى برأيك باستطاعة السلطات ان تتعامل مع المحتجين بهذا الشكل الى متى بالامكان استخدام العنف بهذا الشكل وتوقع ان يذهب كل الى بيته في نهاية المطاف الا ترى ان على السلطات ان تتخذ خطوات يعني اكبر نحو تلبية مطالب هؤلاء المحتجين الحقيقة يعني نحن نتحدث عن انسداد سياسي حقيقي واضح من خلال كلمات الرئاسات الثلاث رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب من خلال خطابات الاحزاب المهيمنة على النظام السياسي في العراق ان هناك قرار قد اتخذ بعدم الاستجابة الى المطالب الرئيسية للجمهور المتعلقة باستقالة او اقالة الحكومة قرار جمعي تقصد دكتور يحيان من قبل الرئاسات الثلاث او الكتلة البرلمانية ام من الذي اتخذ هذا القرار لا الجميع يعني لو تابعت ما قاله السيد رئيس الجمهورية لو تابعت ما قاله السيد رئيس مجلس الوزراء لو تابعت الرسالة التي بعت بها رئيس مجلس النواب لو تابعت ما يقوله السياسيون المهيمنون على الدولة في العراق على الفرلمان على الوزارات ستكتشف ان هناك اتفاق على اننا لن ننفذ شيئا من مطالب الجمهور الأساسية المتعلقة بما يسمى بتغيير النظام بين مزدوجين بمعنى الذهاب الى ايقالة او استقالة الحكومة الذهاب الى حل البرلمان والانتخابات مبكرة والحديث عن حكومة مؤقتة تتولى عملية تشريع قانون جديد للانتخابات تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات والانتخابات مبكرة خلال ستة الى سنة الى سنة من الان واضح ان هناك رفض مطلق لهذه الطلبات وبالتالي نحن امام يعني حقيقا سيدات سياسي حقيقي لانه لن يكون امام الجمهور سوى الاستمرار بالاحتجاج وتصعيد حدة هذا الاحتجاج المشكلة هنا انه عندما نتحدث عن هذا القرار نحن نتحدث عن قرار اخر ظني بانه نحن ذاهبون الى المواجهة في حال اصرار الجمهور على البقاء في الشوارع وهذا يعني انه هناك قرار ايضا باننا على استعداد للذهاب الى ضحايا ربما نصل الى رقم خمسة الاف في سبيل تكريس الامر الواقع الموجود الان طيب لو اخذنا هذه المطالب يعني بشكل واحد تلو الاخر دكتور يحياء الحكومة استقالة الحكومة الا ترى ان حتى من مصلحة النظام الحاكم ان تستقيل هذه الحكومة يعني على اعتبار ان هذا تلبية جزئية لمطالب المحتجين لماذا برأيك لا تستقيل هذه الحكومة مع ان هناك بعض الكتل التي تريد ذلك يعني على الاقل بالشكل بالعلن لانه عمليا تغيير الحكومة لا يعني شيئا من دول حل البرلمان لانه عمليا اذا ما استقالت الحكومة البرلمان سيعيد انتاج حكومة لن تختلف كثيرا عن الحكومة القائمة بالتالي المشكلة الحقيقية ليست في الحكومة المشكلة في مجمل النظام السياسي وهذا ما لا يريد ان يدخل فيه يعني الطبقة السياسية العراقية لانهم يعتقدون انه اذا ما ذهبوا الى مثل هذا التنازل يعني اقالة او استقالة الحكومة فلن يقف المحتجون عند هذا المطلب فقط وبالتالي هم لا يريدون تقديم اي شيء حتى يبقون على هذه الصلادة في يعني موقف الطبقة السياسية مما يجري يعني واضح انه هناك نوع من الصلادة في هذا الموقف حتى كتلة سائرون التي طالبت رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة عمليا لم تخطو اي خطوة جدية وعملية للذهاب الى اقالة الحكومة يعني كان يمكن لهم على سبيل المثال وهم يمتلكون العدد الكافي في مجلس النواف ان يقدموا طلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإقالته ولكنهم لم يفعلوا ذلك بالتالي انا اعتقد هناك قرار سياسي متفق عليه بعدم تقديم اي تنازلات لهذا الجمهور والعمل اولا على احتواء الجمهور واذا فشلوا في هذا الاحتواء فهم مستعدون للذهاب الى المواجهة المتغير الوحيد الذي يمكن ان يغير هذه الخطة هو العامل الدولي وتحديدا للولايات المتحدة الامريكية يعني تكرار نموذج السودان بمعنى عندما ذهبنا الى المواجهة بين المجلس العسكري والمحتجين في السودان العامل الدولي هو الذي فرض هذه التسوية التي حدثت في السودان في السودان نسمح لي دكتور يحيى في السودان نحن نتحدث عن انقلاب انقلاب كامل الاوصاف اذا جاز التعبير هل هذا ممكن في العراق ان تتسلم مجموعة مثل ما حدث في السودان مجلس انتقالي ان يتسلم زمام الامور ويتم هناك تفاوض مع الحراك الشعبي هل هذا السيناريو محتمل في العراق اليوم لا بالتأكيد لان لا وجود لقوة عسكرية يعني على شاكلة الجيش السوداني في العراق هناك تنازع بين اكثر من قوة عسكرية وهذه القوة العسكرية معظمها لديها ارتباطات يعني حزبية وربما ارتباطات خارجية يعني كما الحج الشعبي وبالتالي هذا السيناريو لا يمكن ان ينجح ولكن السيناريو الذي تحدث عنه انه العامل الدولي الضغط الدولي هو الذي اجبر المجلس العسكري في السودان على الوصول الى تسوية بعد ان قرر الذهاب الى المواجهة لحد هذه اللحظة ليس هناك مثل هذا الضغط الدولي في العراق يعني الجميع جميع المجتمع الدولي يقصد هنا متواطئ مع الحكومة العراقية لهذا لم نجد اي ادانات لهذا الدم الذي يعني شاهده الجميع على شاشات التلفاز طيب في الوقت المتبقي دكتور يحيى بالامس ايضا كان هناك محاولة لاقتحام القنصلية الايرانية في كربلاء وايضا ادى هذا الوضع الى سقوط قتلى ثلاثة قتلى تحديدا محاولة الهجوم او اقتحام هدف له علاقة بايران على ماذا يدل برأيك يعني هذا الامر سبقا شاهدناه في عام 2018 في حركة الاحتجاجية في البصرة عندما تم اقتحام وحرق القنصلية الايرانية وشاهدناه في بغداد ايضا لانه نسبة كبيرة من عفوا المحتجين الذين ارادوا عبور جسر الجمهورية وجسر السنك في الايام الاولى كان هدفهم الرئيس هو الوصول الى السفارة الايرانية واضح اننا امام صعود غير مسبوق لهوية وطنية شيعية تريد ان تعرف نفسها بعيدا عن التأويل الايراني للهوية الشيعية يعني منذ الثورة الاسلامية في ايران كان هناك محاولة نجحت لتسويق فكرة وجود هوية شيعية اممية عابرة للأوطان وعابرة للحدود اليوم العراقيون الشيعة يقولون لايران نحن لا نقبل بهذه الهوية الاممية نحن شيع عراقيون وبالتالي يجب على ايران ان تكف يدها عن هذا التغول في الوضع العراقي فضلا عن انه كان ردا مباشرا على ما قاله الخامنئي ما قاله قياديون في ايران من محاولة اتهام هذه الحركة الاحتجاجية بانهم شيعة بريطانيا وبانهم متآمرون ومندسون وممولون من السفارات كان هذا واضح من خلال اصرار هذا الجمهور على الذهاب الى هذه الرموز الايرانية يعني فضلا عن ما حدث مع صور الخميني صور خامنئي يعني فضلا عن رموز اخرى نحن نتحدث عن صعود غير مسبوق لهوية وطنية شيعية ستشكل في النهاية هوية وطنية عراقية افتقدناها طويلا طبعا نحن سنتابع الملف العراقي في الساعة الثانية من غرفة الاخبار شكرا جزيلا لك الدكتور يحيى الكوبيسي مستشار المركز العراقي للدراسات كان معنا من عمان اشتركوا في القناة